خصائص المادة خصائص المادة إذا نظرت إلى كل ما يحيط بك، ستجده مع اختلاف الشكل، الحجم أو اللون، يتكون بالأساس من المادة. ولتسهيل التعرف على خصائص مادة ما، عليك أولاً تصنيف المادة إلى حالاتها الثلاث، الحالة الصلبة، الحالة السائلة، والحالة الغازية. والآن، هيا نتعرف على خصائص كل حالة بالتفصيل. أولاً، الحالة الصلبة، والتي يطلق عليها الحالة الجامدة، وتتميز بما يلي. شكل وحجم المادة ثابت لا يتغير، وهذا يعني أن جزيئاتها لا تنتقل من وسط لآخر. جزيئتها متقاربة جداً من بعضها، وخالية من الفراغات. كثافتها عالية جداً، لا تمتلك طاقة حركية عالية، وتكون حركة الجزيئات فيها عبارة عن حركة اهتزازية صغيرة، جزيئاتها غير قابلة للانضغاط. ثانياً، الحالة السائلة، وتتميز بما يلي. ليس لها شكل ثابت، بمعنى أنه من الممكن أن يتغير شكلها بناء على شكل الوعاء الذي توضع فيه، ولكن في نفس الوقت لها حجم ثابت. ليس لجزيئاتها ترتيب منتظم، وقوة تماسك جزيئاتها مع بعض ضعيفة جداً. يوجد العديد من الفراغات بين جزيئاتها، كثافتها متوسطة، مقدار قوة طفوها إلى الأعلى يتساوى مع وزن السائل المراد أن تطفو عليه. ثالثاً، الحالة الغازية، وتتميز بما يلي. ليس لها شكل محدد، وكذلك ليس لها حجم ثابت. جزيئاتها تتحرك بسرعة في جميع الاتجاهات، وبالتالي فيمكن أن تملأ المكان الموجودة فيه، مهما كان حجمه أو شكله. يوجد بين جزيئاتها فراغات كبيرة، وكثافتها منخفضة جداً. تتميز بكونها قابلة للضغط.